الشاعر رامي اليوسف طبعا صديقنا وكان فيه تعامل سابق أنا وياه بأحد الأغنيات الوطنية وعرض علي وطبعا بالتنسيق مع وزارة شؤون للأسرة طبعا يعني أبدأت استعدادة وحبة لأنه يكون بهالعمل لأنه أنا دايما بعتبر الفن رسالة وهيدي القضية بعتبرها من يعني رسالة سامية ورسالة نبيلة إذا بدك أنه نوقف إلى جانب هالشباب اللي ضحوا بعمرهم وبحياتهم من أجل بلدهم ووطنهم من أجل حريتنا من أجل كرامتنا فبعتبر هذا شيء بسيط جدا عم نقدمه في سبيل هالقضية ولحتى نفعلها ونخلي يتضوى أكتر عليها وما نخلي البوصلة مثل ما بيقوله تزيح عن الخط الأساسي والخط المركزي اللي هو قضية القضية الفلسطينية فبتأمل أنه تلاقي ردة فعل إيجابية إلى هالعمال ويحاكي وجدان وضمائر الناس اللي للأسف بيعوا ضمائرهم يعني اليوم يمكن وتحديدا الفن ممكن أن يوصل أهم رسائل في العالم وخاصة بعدما الكثير من الناس فقدوا الثقة بالسياسة والكثير من السياسيين رسالتك اليوم اللي بتوجهها لكل أشخاص اللي عم بتابعونا عبر الأردن اليوم بدي حيي كل المشاهدين بالأردن وبفلسطين بكل المنطقة العربية بعرف اليوم صارت الدنيا كتير صغيرة ولكن أردن بشكل خاص لأنه على تلفزيون أردن يا بدي لكم أنه أنا رح كوم معكم السنة بمهرجان الفحاس فطبعا لكل اللي عم يسألوا بيجيني كتير رسائل من خلال السوشال ميديا أنه قامتها عندي حفل أو مهرجان كبير بالأردن رح كوم بمهرجانات الفحاس سنة إذا الله أراد عندي حفلات خاصة كتير بس إنما كحفل مهرجان أو كمهرجان يعني جماهيرة لحيكون الفحاس وإن شاء الله قريبا منعلون التواريخ بثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية بالصيف رح نكون بهالمهرجان وبتمنى أغنيتي بيكفي إنك أردني تكون نالت أعجابكن بدي لكم إنه هيدا عربون محبة مني للشعب الأردني اللي إلي أحلى الزكريات بهالبلد بعمان وبجراش وبكل الأردن يعني بدي أتمنى يا رب لهالبلد دوام الازدهار والرخاء والسلام والأمن والله يمت بإيد كل القيمين على هالبلد وبدي أدعي بطول العمر لجلالة الملك عبد الله مع حكمته ووعيه ويعني حكمته في حكم هذا البلد وكتير قليلة تلاقي شعب معلق بحاكم هون تجي على الأردن بتحسي فعلا أنه وين ما بتروحي لما بتحكي عن الملك عبد الله اللي طول بعمره بتحسي في حب من الشعب بتحسي في انتماء وهيدا نحنا منتمنى أنه يكون موجود بكل المنطقة العربية طبعا في عنا لا تخلى أبدا الأمور في عنا كتير حكماء بهالوطن ولكن بحاجة نحنا كمان لواعي أكتر ولحكمة أكتر